بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الله الطيب الطاهرين تحريم إعانة الإمام الظالم تحريم إعانة الإمام الظالم ومنها أنه لا يجوز ضاعة الإمام الظالم أي إمام ظالم لا يجوز لنعش أن نطيعه أي حاكم أو رئيس أو إمام ظالم لا يجوز علي نشط طاعته ولا نصرته ولا نصره لا بالقول ولا بالعمل مفهور ولا تصح جمعته ولا جماعته ولا نصلي وراه ولا نبدأ على في الخطبة تمام ولا يجوز إناسه لأن أنسى نحدثه ونجالسه معلوم ولا إعانته ولا يجوز أن نعينه لا بالمال ولا بالنفس ولا بأيه وكذا كل ظالم كل ظالم سواء من أهل البيت عليهم السلام أو من غيرهم كل ظالم أو ملك أو رئيس ظالم لا يجوز لنطاعته تمام ولا نصرته ولا معاونته إلا مع الخوف على النفس إلا إذا خفنت على نفسك فيجوز ما ليس فيه ضرر على المؤمنين كالصلاة نحوها إذا خفنتاً يلقتلك افصل بعده عشان تسلم نفسك ووضع الصلاة بعدين معلوم ولا يصدد بها الفر يعني إذا صلها نترى الإمام الظالم لازم تحيط صلاة مفهوم والدريعة ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان لأننا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإذن والعدوان إذا هذا الإمام الظالم وغلم لكون الرئيس فلا يجوز لنعيف معاونته وقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار قال ولا تركنوا كيف بليطيعهم وينصرهم معلوم إلى ما لا يحصى من الأجلة في هذا الباب وروي أن المعين للظالم كالمعين لفرعون على موسى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله 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 قال تعمل؟ 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 تعمل؟